التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الساطع الفين ثلاثة وعشرين اهم واكبر التدريبات المشتركة في الشرق الاوسط اكثر من ثمانية الاف مقاتل من اربع وثلاثين دولة يجتمعون على ارض مصر في الفترة من الواحد وثلاثين من اغسطس وحتى الرابع عشر من سبتمبر الفين ثلاثة وعشرين لتعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الساطع الفين ثلاثة وعشرين تدريب عسكري عالمي على ارض مصرية انطلقت فعليات التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الساطع الفين ثلاثة وعشرين والذي تستمر فعلياته حتى الرابع عشر من سبتمبر بما يدين التدريب القتالي بقاعدة محمد ناجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية وذلك بمشاركة اكثر من ثمانية الاف مقاتل من تسع عشرة دولة فضلا عن مشاركة خمس عشرة دولة اخرى بصفة مراقب بالاضافة الى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وعدد من الخبراء القانونيين باللجنة الدولية للصليب الاحمر وخلال مراسم الافتتاح القل واركان حرب اسامة نجا رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب مشيرا الى اهمية التدريب المصري الامريكي المشترك النجم الصاطع الذي يعد من ارقى التدريبات التي تشهدها المنطقة كونه يمثل اضافة قوية للقوات المشاركة من خلال التعرف على كل ما هو جديد في مجال التدريب العسكري بالاضافة الى الاطلاع على التكتيكات العسكرية الحديثة لمختلف العقائد القتالية من جانبه اعرب العميد ماثيو ريد مدير التدريب من الجانب الامريكي عن امتنانه وشكره للقوات المسلحة المصرية لاستضافتها للتدريب المصري الامريكي المشترك النجم الصاطع 2023 مشيرا الى ان التدريب يعمل على تعزيز القدرات المشتركة لحل المشكلات ومواجهة التحديات وتوحيد المفاهيم العسكرية بين القوات المسلحة للبلدان المشاركة متمنيا استمرار وتطوير التدريب خلال السنوات القادمة لتعزيز الروابط بين الدول المشاركة وتفقد قادة قوات الدول المشاركة معرضا للأسلحة والمعدات المشتركة في التدريب معرضين عن سعادتهم بالروح المعنوية العالية للقوات المشاركة من مختلف الدول كما قدمت الموسيقات العسكرية عددا من العروض احتفالا ببدء فعاليات التدريب هذا وقد شهدت الايام الماضية تضفق القوات المشاركة والتحرك الى مناطق وميادين التدريب التخصصية استعدادا لبدء فعاليات التدريب حضر المراسم عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وقادة القوات المشاركة بالتدريب وعدد من الاعلاميين